يارب تكونوا جميعا في احسن حياة قبل بعمل الفيديو ده قلت بص كده على اسعار الكحك السنة دي يعني ناخد فكرة مش اكتر وقلت اديكم فكرة معي تمام كده اخدنا فكرة نشتري بكرة بقى ان شاء الله لان احنا هنعمله في البيت وبسهولة وكيلو دي واحد بس هنعمل اكتر من اتنين كيلو ونص كحك مشكل هقول لكم على نقط مهمة جدا تطلع معاكم الكحك ناعم ودايب وفي نفس الوقت بطعم وريحة كحك زمان تكات بسيطة لكن هتفرق معاكم كتير في الط اي حد بيسمعني دلوقتي يكون مبتدئ او مستصع بيعمل الكحك في البيت والله يا جماعة الكحك ابسط واسهل نواعم العيد اللي ممكن تتعمل هتبقى استاذة فيه ولو جربت الطريقة دي لا يمكن تجربي اي طريقة تانية او عيدك تنفس المحلات وكل اللي هيدقوا منك هيسألك ايه الطريقة اللي انت عامل بيها افكار حلوة قوي ونصايح مهمة جدا لكل اللي بتشتغل في البيت او عامل مشروع اثر منتجة فنركز في الخطوات مع بعض وربنا يوسع الجميع يلا نشوف الطريقة ون بسم الله لازم نعمل التجهيزات الاول قبل ما نبدأ في عجينة الكحك اول حاجة مهارات الكحك او المحلب ده بيبقى شكله انا عن نفسي بحب اشتريه بزور زي ما انتو شايفينها كده باخد الكمية اللي انا عايزها وسخنة في مقلاية واطحنها انا بنفسي عشان اتأكد ان ريحته لسه فيه كده بيبقى مطحون طازة فبيديني نكهة وريحة قوية عن المطحون جهز لو حاجبه مطحون جهز هاتو من مكان يكون موصوق فيه ويكون عليه سحب عشان ما يبقاش ق مخزز ممكن يقلم معاكو كيان الكحك كله نحضر بقى السمسم يفضل طبعا نشتري السمسم ابيض ما نشتريهوش محمص هتشوفوا معايا ليه دلوقتي كيلو الدقيق بيحتاج من معلقتين لتلات معلق كبار من السمسم تقريبا ميت جرام انا بستخدم معلقتين كبار بالنسبة لي بيبقى كفاية وحزود معلقة كبيرة كمان ودي هتبقى لحشوة العجوة بصوا بقى الحركة النميسة اللي انا بحب اعملها جدا علشان دي اللي هتفرق معانا في طعم الكحك النهائي انا السمسم ده هحمره في معلقتين من السمنة زي ما انتو شايفين برفعه على نار متوسطة وباستمرار التقليب كده على طول وباخد كمان الاجدام معايا تحمير مش تحميص الحركة دي بتفرق معايا جدا اولا السمسم كله بياخد نفس درجة اللون الدهب المحمر الحلو ده الحاجة التانية بقى ودي اللي فيها التكة ان ريحة السمسم بتطلع في السمنة كلها وهي دي بقى التركة اللي هتدينا طعم الكحك بتاع زمان اللي كنا بنقضح فيه السمنة ونحط فيه السمسم بس مشكلة الكحك بوسمنة مقدوح ده انه هو بيبقى تقيل قوي على المعدة وبيعمل حموضة للناس اللي عندها مشاكل في الهضم ما بيبقاش لطيف فبالطريقة دي احنا كده ضربنا عصفورين بحجر هناخد طعم وريحة من غير قدح وواجع معدة كمان قبل ما نبدأ لازم نجهز كل الحشوات اللي احنا هنستخدمها في الكحك اول حشوة هعملها معاكم هي حشوة العجوة لو هتشتري العجوة سايبة اطلبي من الراجل انه يفرمها لكفار من نعم لان كل ما كانت انعم كل ما كان احسن كيلو دقيق لو حشناه كله هيحتاج لكيلو من العجوة لكن انا هعمل ايه حشي نصه بالزبط فهحتاج له نص كيلو من العجوة بس النص كيلو بحط عليه معلقة كبيرة من السمنة وبزود عليه نص معلقة صغيرة قرفة كده بتدي لها ناكهة وطعم لازيزة ويوريحة حلوة تقدر تستغني عن القرفة مفيش اي مشكلة والسمسم اللي كنا محمرينه ومجهزينه هناخد منه معلقة كبيرة وحنضفها على خليط العجوة يبقى النص كيلو عجوة بياخد معلقة كبيرة من السمسم طبعا اللي يحب يزود حسب زوقكو بقى وبنعنجينها كويس لحد ما كل ده يمتازج مع بعض كده وصلنا للي احنا عايزينه عجينة طمر طرية ونعمة وسهلة التشكيل نيجي بقى للخطوة التانية وهو ان احنا هنبلبع البلبيع ما تضحكوش يا جماعة هم بيكانوا بيقولونا كده وإحنا صغيرين يعني نعمل الكور صغيرة بتاعة الحشو دي معرفش علاقة البلبيع بان احنا نعملها كرات بس مشوها بلبيع واستخدمت المعلق المعيارية نص معلقة كبيرة علشان اعمل كرات حجمها متساوي ومتناسبة مع كمية عجينة الكحك اللي حنحشيها بيها وهحشي كمان بحشوة المفتكسة اللي قلتلكم عليها قبل كده في فيديو المعمول تقدروا ترجعولو موجود على القناة هي حشوة الحلاوة الطحنية وعليها مكسرات المرة اللي فتت حطت عليها عين جمل المرة دي ححط عليها سوداني مكسر بقلبها كده مع بعض الحد ما قدر اكون بيها كرات حجم الكورة من الحشوة دي بيبقى عبارة عن معلقة صغيرة متناسبة جدا ما بزودش عن كده عشان متطلعش من عجينة الكحك وهو في السوا وطبعا دي مجرد فكرة وانتوا تقدروا تستخدموا اي نوع حشوات بتحبوه عايزين عجمية عايزين ملبن زي ما تحبوه وعشان هرامل مع بعض كحك الجوز او كحك عين الجمل او كحك الجواهر زي ما بتسموه هحتاج اليمتين جرام من عين الجمل وحكسرهم بحيث انه هم هيعملولي قطع متوسطة الحجم ولا هي فتفيت صغيرة ولا هي قطع كبيرة نبدأ بانحضر مكونات العجينة واول حاجة هعملها هو ان انا هعير السمنة باستخدم طبعا سمنة نوع كويس عشان تدينا طعم حلو في الاخر عيرتالكم بالميزان عشان تبقى مصبوطة خمسمية وخمسين جرام اللي ما عندهوش ميزان وحابب يعاير بكوبايات الشاي اللي موجودة في كل بيت اللي هي عيارها مئتين وخمسين ميلي لتر هتطلع معاك بالضبط كوبايتين ونص اللي معلقة كبيرة بعد ما تعايريها هناخدها نحطها في التلاجة علشان تسقع شوية لاني محتاجة استخدمها وياساعة عبل ما تسقع شوية هنكون حضرنا ديء والمواد الجاف زي ما اتفقنا ما قادرنا النهاردة لكيلو واحد بس من ديء المهم نتأكد ان الكيلو الف جرام لان احيانا في ماركات بتعمله اقل من كده حاجة بسيطة استخدمت ديء المتعدد للاستخدامات العادي ده مش ديء خاص بالخفز ولا الكحك ولا البسكوت لكن اهم حاجة يكون نوع فاخر عشان يديك النعومة المطلوبة والنتيجة اللي انت عايزها وبلاش جمعا نستخدم ديء من الكيس على عجنة على طول لازم ننخله الاول كويس قبل ما نستخدمه لو هتستعملي تواب المعمول والحلويات او ريحة الكحك من عند العطار ما تستخدميش اكتر من نص معلقة صغيرة حضيف كمان نص معلقة صغيرة من المحلب المطحون حبيبي اللي بيتابعونا وعمليه مشاريع من البيت ملحوظة بسيطة بلاش نزود في ريحة الكحك دي مش حاجة كويسة بيطلع الكحك ممرر ودخلي الكحك ريحته نفازة واللي يزيد عن حده ويتقلب لضده هنضيف معلقتين كبار من الحليب البدرة ربع معلقة صغيرة معيارية من البيكن بودر وحواريكو هي تساوي قد ايه على المعلقة بتاعت الشاي بتعادل في الوزن اربع جرم لو انتم اول مرة بتشوفوني اهلا وسهلا معاكم مها علي ياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة واتفعالوا الجرس اللي بيرين علشان ما تفوتكمش وصفاتنا الجامدة اللي جاية بازن الله قلبنا المكونات الجافة كلها كويس قوي هناخده بقى نحطه على جنب ونطلع السمنة من التلاجة هي كده ساعة وبقى التمام جاهزة معانا للشغل هنضرب السمنة بمضرب البيض اللي اول هنبدأ بسرعة بطيئة وبعدين هنزود السرعة بالتدريج اول ما تحسوا انها بدأ اتبا كريمي ولون هفتح شوية حاجة بسيطة هوقف ضرب وحضيف المرحلة دي السكر البودرة هنحتاج معلقتين كبار من المعلق المعيارية ما يعادل معلقتين كبار من معلق الطعام هرميتين السكر البودرة لازم بنرخله ما نضفهوش على طول لان لو فيه اي تكتلات حد دقيقنا في الضرب بزود نص معلقة صغيرة من الملح لازم يكون الملح ناعم هتسألوني الله ليه مهاميه ما ضفناش الملح على الدقيق بضيف الملح في المرحلة دي عشان يدوب اثناء الضرب مع الزبدة والسكر اسفى السمنة والسكر مش حنسى مرة اكلت فيها كحك وكان طعم مملح فما كانتش حاجة لطيفة خالص وخصوصا يعني لو حد المفروض وبيشتغل صح فانتبهوا للتريكات اللي بقولكو عليها دي حتطلع معاكو نتيجة سوبر لما اللون بيوصل للدرجة اللي احنا شايفينها دي بنوقف ضرب المهم السمنة تبقى كريمي زي ما احنا شايفين انا مش عايزها تفتحها قوي لدرجة ان لون هيبقى ابيض مثلا لا كل اللي انا بعمله اني بفتح السمنة عشان تستقبل الدقيق مش اكتر ولا اقل من كده فبلاش نبالغ في الضرب طبعا انتو لكم الحرية الكاملة انتو تشتغلوا بعجان في المرحلة دي لكن انا هشتغل بايزي عشان تشوفوا معايا كل المراحل وتفهموا بالضبط ازاي نزبط العجينة اللي هيشتغل بيده زي يستخدم طبق كبير وواسع زي اللي انا مستعملها ده نحط فيه الدقيق وبعدين هنضيف عليه السمسم اللي احنا مخمرينه ما ننساش بقى اننظف المضارب عشان فيها سمنة وسكر ودي الطريقة اللي انا بنظف بيها بامسك كده شوية من الديق وبامسح بيهم على المضرب وبتطلعوا معايا بكل سهولة هنضيف كمية السمنة اللي احنا ضربناها ونقول باسم الله على بركة الله نبدأ نقلب السمنة والسكر مع الدقيق لحد اما السمنة تتوزع على كل الديق اللي معنا بعد شوية من التقليب كده هنلاقي الديق كله بقالونه اصفر معنا كده ان السمنة توزعت عليه هنبدأ بقى نعمل ايه نبس وفيه طريقتين للبس حواريهم لكم علشان انتو تختاروا اللي ناسبكم والاحسن لكم اول طريقة بان انا باخد قطع من العجين كده بين ايديا اللي اتنين بادعكها بفرقها كده وادعكها لحد ما تنعم كده بين ايديا ويبقى ملمسها طريق فيه طريقة تانية بقى انا بفضلها في البس حواريها لكم دلوقتي الطريقة اللي انتو شايفينها دي ان انا بادعك العجينة في ارضية الطبق اللي انا شغالة فيه عشان كده قلتلكوا يفضل ان احنا نستخدم طبق واسع وما يكونش صوره عالي هيسهل علينا جدا العملية دي العملية سهلة جدا يا معا ما فيهاش اي صعوبة وما تقلقوش مش هيخد وقت طويل قوي هتلاقوه في الاول بقى صوفت كده العجينة بقت نعمة وطرية هنكمل بس لحد ما تتحول في ايدينا لكريمة لاحظوا معايا اللون ازاي افتح وتحولت لكريمة بتلزق في الايد بصوا صيحة خالص ما تقلقوش هو ده اللي احنا عايزينه بالزبط وعشان اوصل للمرحلة دي احتجت تقريبا عشر دقايق بس باداية لو هتستخدموا العجان استخدموا الطرف ده ويفضلوا درابوا لحد ما تحصلوا على نفس النتيجة اللي احنا حصلنا عليها في المرحلة دي تقدر يضغط العجينة وتعملي اي حاجة انت عايزها يعني انا بفضل ان كل الخطوات دي تتعامل قبل الفطار ونفطر ان شاء الله ونكمل بعد الفطار لو حابين تشتغلوا بيها على طول مفيش مشكلة برضو حنسيبها عشر دقايق عبل ما حضر المواد السائلة واشتغل فيها على طول المواد السائلة عندي عبارة عن ايه ميا محتاجة تلتين كوب من الميا الدافية ما يعادل مية وستين ميلي لتر والميا يا جماعة زي بقية السوائل بتتحسب وتتقاس بالميلي لتر مش بالوزن والجرام حبيت هنبه بس عن نقطة دي عشان فيها ناس بتطلق بط حدو في الميا دي نص معلقة صغيرة من المعالق المعيارية من الخميرة الفورية تقريبا بالوزن هتعمل من ثلاثة لاربعة جرام هقالك كويس لحد ما تأكد ان حبيبات الخميرة دابت في الميا تماما مش هضيف سكر ولا اي حاجة لان انا اصلا مش عايزة فعل الخميرة اللهم اللي بتستخدميها ليه مهميه انا بستعملها عشان تديني طعم وريحة الكحك بتاع زمان لكن انا مش هخمر ومش محتاجة بفعولها اساسا علشان الكحك ما ينفش مني والنقشة بوز نجيب العجينة ونبدأ ان احنا نعمل فيها الشكل ده كده عشان هنلعب اكس او صدقتو لا طبعا بهزر معاكم هنجيب بقى الخميرة اللي احنا بدأوا بناها في الميا وهنبدأ ان احنا نوزعها وفايدت طبعا الفتاحات اللي انا عملتها دي علشان الميا تتخلى الجوة العجينة باسرع طريقة من غير مناجم في العجينة كتير. من دلوقتي بقى هتلاقوني شغالة باطراف صوابعي بس من تحت الفوق كل اللي انا بعمله ان انا بشرب العجينة الميا اللي انا حطتها. لقيتها تشربت تمام ببدأ اعمل برضو فتحات كده بصوابعي وحط بقية الميا لان انا ما ضبتش الميا كلها مرة واحدة. بضيف شوية بشوية اشربها واضيف الحبة اللي بعدها. مع اضافة اخر حبة من الميا معنا هتلاقوا في تحول بدأ يحصل في العجينة. بعد ما كانت شبهة كريمة وملساء كده هتحسوا انها بدأت تقطعة شوية. وهديم بالكو معي لسه طرية وبتلزق في الايد بس اشتشربت تقريبا الميا كلها وحتحسوا انها انفت فتح. كل اللي انا بعمله ان انا بطبقها. يعني زي ما انتو شايفين كده. بضغط بايدي واطبقها على بعض. كده تمام العجينة لمت ونظفت الطابقة اللي انا شغالة فيه واداية كمان ما بقاش فيها اي قصار. تعالوا اريكم احنا ليه مش هنشتغل فيها دلوقتي. هاخد قطعة كده من العجين. لو عملت فيها علامة على طول هتشقق. لازم اخدمها كده بين ايدي. بصوا عملت العلامة ما شققيتش ولا حاجة. كده بقت زي الفل. بنمسك حتة من العجين كده نقطمها بتقطم معنا بسهولة. مش عامل عرق. ولا بتمط ولا اي حاجة. معنا كده ان العجينة نكحة مية في المية. والكحكة هيطلع ناعم وزي الفل. طب بتعمل ايه يا مهده غلط كده ان احنا نعجلنا العجينة بعد ما خلصت. انا ما بعجلش يا جماعة. احنا هنا بنخدم العجين. بنخدم العجين يعني انا زي ما بعمل كده. كاني ببس بالزبط. باخد العجينة ببطني ايدي وصاد الطبق اللي انا شغالة فيه او الصناي اللي انا شغالة فيها. وبخدمها. الخدمة دي هي اللي بتديني عجينة نعمة في الاخر. سهلة التشكيل وسهلة النقش. ولا تعجلت ولا عملت عرق ولا اي حاجة. وبتتقطم عادي جدا من غير اي عرق. دلوقتي بقى لو كورتها وعملت فيها علامة على طول من غير مخدمها باديها هي كده مخدومة جاهزة. هتلاقوها مش اققتش من الجناب. ومش اققتش ما كان العلامة وما شاء الله اللهم بارك احسن عجينة ممكن تعمليها للكحك. خدت العجينة هي لبالة كده وقلت اوزنها لكم عشان تشوفوا حتطلع معكم كحك سادة قد ايه. الف تمنمية وعشرين جرام تقريبا يعني تقريبا اتنين كيلو الا حاجة بسيطة. قسمت كمية العجينة نص وربعين عشان هقول لكم كل جزء هعمل فيه دلوقتي. وطبعا وانا شغالة فيها لازم اغطي البقين عشان ما ينشفوش. ببدأ في اول ربع من العجينة وزنه ربعمية جرام. هفتحه كده في اي بولة او طبق شغالة فيه. وبضيف عليها امتين جرام الجوز اللي انا جهزته وكسطرته من قبل ما ابدأ. وبعدين هكبس العجينة في الجوز اكبسهم على بعض. علشان ادخل الجوز في العجينة. باخد جوز اقدم علاقة كبيرة تقريبا. وابدأ ان انا اكبسه بايتي. وبكورها وبنحصل على النتيجة الهايلة دي. ما شاء الله شكلها حلو جدا. غير بقى طعمها جماعة. يبقى كده ربعمية جرام من العجينة حطيت عليهم النص تقريبا متين جرام من الجوز. النتيجة النهائية هتبقى ستمائة جرام من كحك الجوز. وده اول نوع من التشكيلة بتاعت النهار ده. النوع التاني كحك العجوة بابدأ اعير كمية العجينة بالمعالق المعيارية بدل ما استخدم الميزان. باستخدم المعلقة الكبيرة بتديني كمية العجينة المناسبة مع كمية حشوة العجوة اللي محضرينها من قبل كده. بنفرت حتة العجينة على كف ادينا ونحط فيها كرة الحشوة ونبدأ ان احنا نقفل ونتأكد ان احنا قفلنا كويس وبعدين نلفها كده ونكورها. تقدروا تكتفوا بشكلها وهي مدورة كده وتحطها في الصينية وتقدروا تستخدموا البصامة. وممكن لو حبيين نستخدم المنقاش. انا عن نفسي الاقرب لقلبي هو المنقاش. هنديكم فكرة سريعة كده عن الاشكال السهلة اللي ممكن تعملوها بالمنقاش اللي تديكم نتيجة حلوة جدا وهي بسيطة في نفس الوقت. اول شكل بان احنا بنعمل اربع خطوط بالطول. وعكسهم بالعرض. وهكزا نفضل نعمل بالطول وبالعرض عكس عكس. هيدينا الشكل ده في النهاية. طريقتها بسيطة بس تدي شكل شيك جدا في النهاية. وبتخلي شكل الكحكة قيم كده ولزيز. تعالوا نشوف الشكل التاني. بالمنقاش بافضل اعمل خطوط تحت بعض بالورب. وباجي في طرفها اعمل عكس الاتجاه. انا يعني مش عارفة اوصف قوي. بس انتو واخدين بالكم من الصورة اكيد. عكس الاتجاه بنبدأ نعمل خطوط تانية. سيمبل قوي بس شكلها قيم ولزيز. عايزاكوا تلاحظوا ما شاء الله المنقاش قد ايه حركته خفيفة واضحة جدا في العجينة. قد ايه ما شاء الله العجينة مصبوطة وما بتنتش. بتتشكل بسهولة والشكل طالع واضح فيها جدا. الشكل ده بيبقى عبارة ان يمقسمها اربعة تربع وكل ربع بعمل فيه مسلسات. اصغر فاصغر لحد ما بيدينا الشكل النهائي ده. الشكل ده بقى لطيف قوي فكرته جديدة. بعد ما بشكلها بدخل الالم في النص بس المهم يكون اللي الالم مسمط ما فيوش فراغات. والفه كده يمين وشمال. وبعمل بها الثقب اللي في النص ده بيبقى شكله حلو قوي. حتى لو ما عملتهاش بالمنقش على فكرة هتبقى فكرة لذيذة تقدروا تحطوا مكسرات او ورد محمدي زي ما نعمل. طبعا النقش لازم يكون حلو ورقيق كده ياريت تقولولي بقى رأيكم في النقش والنقشات المختلفة وايه اكتر النقش عجبتكم. النقشات دي ممكن تتعمل الكحك المحشي او الكحك السادس. في افكار كمان للتشكيل قطعة الكحك نفسها ان احنا بدل ما نعملها دايرة نعملها على شكل ورقة شجر. ورقة الشجر دي مسلا على شكل حرف اس. او ورقة الشجر اللي هي على شكل قطرة نق. اللي اتنين ورق شجر بس كل واحدة مدية نتيجة نهائية مختلفة. هعمل لكم شكل الوردة بس طبعا اللي ما عندهاش منقش ولا عنده بصامة يقدر يتصرف. تقدر تعملي اشكال بضاهر الشوكة او بمصفة سلكة تكون فتحتها واسعة شوية. الجيش بيقول لك اتصرف واحنا ما فيش حاجة بتوقفنا. حجم الكحكية ما تحاولوش تزودوه عن الحجم ده. وبالنسبة للمقادير ما حدش يقول لي استخدم زبدة بدل السمنة لان ده كحك. لو عايزين تستخدموا زبدة هتعملوا المعمول. الكحك مختلف وعجنته بتتعامل بالسمنة مش بالزبدة نهائي. ما شاء الله خلصت الكمية ورصتهم في الصواني. نبدأ بقى نشوف موضوع الفرن. اول حاجة الكحك السادة او كحك الجوز اللي عملنا ده. الاتنين بيتعاملوا معاملة واحدة بندخلهم الفرن الرف الاوسط على درجة حرارة مية وسبعين بياخد من خمسة وتلاتين لخمسة واربين دقيقة. وبكده بيطلع سواء مظبوط من جوة ومن برة. شوفوا ولا فرشة ولا شققت ولا اي حاجة ما شاء الله. اما بالنسبة للكحك المحشي ايا كانت الحشوة يفضل ان كل المحشي يتحط مع بعض في صنية والسادة مع بعض في صنية. وبرضو بندخلوا على الرف الاوسط لكن درجة الحرارة متين. بياخد من خمسة وعشرين دقيقة نص ساعة بالكتير. بيكون استوى من برة. وفي نفس الوقت محافز على الحشوة من غير من الشقة. ولا الكحكاية تفتح منك في الفرن. لاحظوا معايا النقشة سابتة ما شاء الله ما تغيرتش ولا الكحكاية حصل فيها اي تغير. واخدت لون احمر من تحت مظبوط جدا. بعد ما ننقش الكحك او نبصمه ما بندخلهش الفرن على طول بنسيبه يتشمع لمدة عشر دقيقة على اقل قبل ما اندخله. الكحك بتاعي حطيت عليه لبن بدرة وعجنته بالمية. وده هيخلينا نقدر نخزنه فترة طويلة من غير ما يغير طعمه او رحته. على عكس اللي بتعجم بحليب او لبن فرش ما بتخزنش الفترات طويلة. ودي صانية الكحك اللي كنت حشيها حلاوة بالسوداني. زي ما انتو شايفين ما تفتحتش وما شائقتش. وده عشان احنا زبطنا التسوية. وكنا الحمد لله زبطين العجينة وخد منها وعملنا كويس جدا. لو عاملة مشروع بتطلعي اردارات كحك يفضل ان انت ترشي السكر كمية قليلة جدا وبقية كمية السكر بتتحطي في اكياس مع العلبة اللي هيخدها العميل وده هيحافظ على الكحك يكون شكله كويس لاطول فترة ممكنة والسكر ما يشربش كمية السمنة اللي موجودة في الكحكية ويعجم فوقها. ولو انت عاملها في البيت ولسه هتاكلوه على عيد ان شاء الله يفضل برضو نعمل نفس الكلام ونرش بالسكر قبلها على طول. الكحك بنخزنه في اي علبة معدنية او حل الومنيوم علشان يفضل محتفظ بريحته وطعمه لاطول فترة ممكنة. جربوه وحددقو كحك سوبر لوكس. اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو. حاستنى رأيكم واسئلتكم في التعليقات. لو سمحتم لايك وشير واشوفكم الوصفة الجاية ان شاء الله.